تصريحات المسؤولين في المملكة المتحدة تقول أن الغرب لن يستجيب للمطالب الأمنية الروسية ولن يتوقف حلف النيتو عن التوسع في الدول التي كانت تنتمي للاتحاد السوفيتي سابقا وزير الدفاع البريطاني بين والاس يقول أن أوكرانيا تسير على طريق الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وقد أوضحت لندن للكريملين أن سياسة الحلف بضم أعضاء جدد لن تتغير حلف الناتو يمارس سياسة الباب المفتوح وقد أوضحنا للكريملين أننا لن نغير ذلك ولن نتنازل عن قيمنا نحن تحالف للدفاع عن النفس فحلف شمال الأطلسي ليس هجوميا من وجهة نظر والاس فأن حلف الأطلسي كان محقا في مواجهة الحشد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا فهذا الحشد يمثل تحديا حقيقيا لاستقرار أوروبا على حد تعبيره من ناحية أخرى قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي أن بلاده أنهت أنشطة التدريب العسكري في أوكرانيا وما تبقى من قوات بريطانية هناك هو من أجل حماية السفيرة فقط وأوضح هيبي في تصريحات الهيئة الإذاعة البريطانية أن الغرب يدخل فترة جديدة من المنافسة مع روسيا قد تستمر لأكثر من جيل وهذا لن يتوقف على مضي الرئيس فلاديمير بوتين بقرار غزو أوكرانيا أو تراجعه عن ذلك اشتركوا في القناة